في الاختيارات اللي جاية دي فيه معلومة وفيه رائش المعلومة الاولى غدا ان شاء الله في المؤتمر الصحفي لاعلان قائمة منتخب مصر بنسبة تتخطى التسعة وتسعين في المية سيعلن الكابتن حسام حسن غياب محمد صلاح عن معسكر الامارات تسعة وتسعين تسعة من عشر ممكن تقول ان هو هيعلن بكرة انه محمد صلاح مش موجود عشان اجيب لك من الاخر يعني بس بحب بحب اسيب واحد في المية كده يعني يحصل في الظروف ظروف بحبش اأكد لما راجل يطلع بشكل رسمي بس غالبا صلاح مش موجود او بمعنى اضق صلاح مش موجود في المعسكر اللي جاي تفهم الكابتن حسام حسن حالة محمد صلاح هتقول لي لعب جزء من مبارات الكاس اللي فاتت هيلعب بكرة غالبا ان شاء الله ان شاء الله يلعب ربنا يوفقه ويلعب مباراة مانشستر سيتي المباراة الكبيرة اهم مباراة في العالم دلوقتي ليفربول ومانشستر سيتي طب ليه بيبقاش موجود في المعسكر والله ليفربول شايف انه حالة محمد صلاح لا تسمح انه يبقى موجود في المعسكر ربما لبعض الامور العلاجية التأهيلية اللي بعد المباريات لسه مش جاهز انه يلعب عدد مباريات كتير بس ممكن يختلف له وارد احسنوا النواية وارد